في هذا المثال المطلوب تحديد قيمة واتجاه المحصلة للقوتين F1 و F2 حيث أن F1 قيمتها 100 نيوتن ولديها زاوية اتجاه عن الأحداث X تساوي 15 درجة والقوة الثانية F2 هي 150 نيوتن ولديها زاوية اتجاه عن الأحداث Y تساوي 10 درجات إذن المعطى في هذا المثال هو الشكل A الآن نرسم مخطط متوازي الأضلاع بوضع القوة F1 بنفس الاتجاه ونفس القيمة وأيضا وضع القوة F2 بنفس الاتجاه ونفس القيمة وتوليد أو رسم متوازي الأضلاع بهذا الشكل فتكون هذه النقطة هي نقطة تأثير محصلة القوة بهذا الشكل هذه هي محصلة القوة الآن ننقل هذه القوتين وأيضا محصلة القوة إلى شكل المثلث بهذا الشكل هذه هي محصلة القوة بنفس القيمة ونفس الاتجاه وهو 15 درجة عن الأحداث X وهذه القوة الثانية اللي هي 150 نيوتن بنفس زاوية الميلان عن الأحداث Y وتساوي 10 درجات الآن من خلال شكل المثلث المثلث اللي عسمنا من القوتين وقوة المحصلة يمكن تطبيق قاعدة الجيب أو الجيب تمام لإيجاد قيمة المحصلة واتجاه المحصلة لكن اللي نحتاج أكيد في هذا المثلث هو الزوايا ما بين القوة نحتاج تحديد الزاوية هذه على سبيل المثال وهي الزاوية ما بين القوة 150 والقوة 100 أيضا نحتاج إلى تحديد هذه الزاوية وهي الزاوية ما بين القوة F1 والمحصلة وبالتالي من تحديد قيمة هذه الزاوية سنتمكن من تحديد قيمة الزاوية للمحصلة مع الإحداث X من خلال جمعها مع الزاوية 15 هذا كان ملخص السؤال ومرخص الحل الآن لتحديد الزاوية ما بين القوة 150 والقوة 100 نتبع الآتي وهي نفس الزاوية اللي في شكل متوازل أضلع نحتاج إلى تحديد الزاوية هذه وبالتالي من تحديد هذه الزاوية سنتمكن من خلال طرح 180 من هذه الزاوية لإيجاد الزاوية ما بين القوة 150 والقوة 100 كلاتي قياس هذه الزاوية معطات وهي 15 وقياس هذه الزاوية معطات وهي 10 وبالتالي تكون الزاوية الوسطية هذه الزاوية هي 90 ناقص 25 درجة ويساوينا 65 أي إنه عملية طرح هذه الزاوية القائمة 90 ناقص الزاوية 15 وناقص الزاوية 10 فيكون الجواب 65 الزاوية 65 اللي هي هذه الزاوية هي نفس الزاوية اللي في هذا الاتجاه هذه هي نفس الزاوية أيضا 65 درجة وبالتالي الزاوية الداخلية ستكون 180 180 180 ناقص 65 ويساوي 115 درجة وهي هذه الزاوية الوسطية الزاوية الوسطية أو هذه الزاوية مية وخمسة عشر درجة الآن من خلال تطبيق قاعدة أو قانون الجيب تمام يمكن إيجاد قيمة المحصلة في كوساين الزاوية ما بين القوتين وهي 115 بين القوة F2 150 وبين القوة 100 الزاوية هي 115 وتساوي المحصلة تساوي 213 نيوتن من الطبيعي أن تكون وحدة المحصلة هي بالنيوتن لكون القوة كانت القوتين ف1 والف2 كانت بوحدات نيوتن أيضا نكتب أن المحصلة تساوي 213 نيوتن الآن لإيجاد الزاوية ثيتا هذه الزاوية تساوي ما بين القوة 100 والقوة 100 أو ما بين القوة 100 عفوا والمحصلة يمكن تطبيق قانون أو قاعدة الجيب كلا من خلال قسمة متجهات القوة القوة F2 والقوة F1 كل قوة على ساين الزاوية المقابلة لها أيضا يمكن تقسيم المحصلة على ساين الزاوية المقابلة لها وهي 115 مثل ما نشوف قاعدة الساين 150 على ساين الزاوية المقابلة لها وهي هذه الزاوية يساوي المحصلة على ساين الزاوية المقابلة للمحصلة وهي الزاوية 115 أصبح من الممكن إيجاد قيمة الزاوية ثيتا مثل ما نشوف هذه هي الزيتا أو الزاوية في أو بين القوة 100 والمحصلة لكن مطلوب في السؤال إيجاد اتجاه المحصلة نسبة إلى الأحداث X وبالتالي نحتاج إلى قياس أو حساب الزاوية من الأحداث X إلى المحصلة وتكون في هذه الحالة هي مجموعة الزاوية 15 إضافة إلى الزاوية ثيتا مثل ما نشوف في هذا الجمل النول 5 وهي الزاوية من الأحداث X إلى المحصلة هذه هي المحصلة تساوي الزاوية ثيتا اللي تم حسابها اللي تم حسابها من قاعدة الساين إضافة إلى الخمسطعش واللي هي معطاة في المثال بتكون النتيجة 54 ثمانية دقري هي زاوية اتجاه المحصلة نسبة إلى الأحداث X تساوي محصلة نسبة إلى القرانات تساوي محصلة